تتكدس أسماك الأنشوجة المنقوعة في محلول خاص داخل الأنفاق التي حفرها الديكتاتور الألباني الراحل أنور خوجة في الجبال بهدف تخزين الأسلحة التي كان يفترض أن تستخدم في الدفاع عن النظام الشيعي السابق ضد الهجمات المعادية فالقاعدة العسكرية السابقة لابينوتفوشا الواقعة في قلب الدولة البلقانية الصغيرة تحولت مصنعن لمعالجة الأسماك وسط مشهدين سريالي تنتشر فيه التماثيل واللوحات الجدارية والصور التي تحملو دلالات تاريخية وادبية نقوة نكمنزمت كتو كانت ديبو ورسطاراكة ده كانت بايتر أرماتيم تاشي ننبايم بشكون سبسي اي ريني نجي температуر kostante ده نبايم بر 3 موة أو 6 موة على أنقاض هذا المعسكر السابق الذي بناه المحتل الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية ولدت قبل ست سنوات شركة روزافا التي صدرت العام الفائت منتجات غذائية بحرية بقيمة 39 مليون دولار داخل حظائر ضخمة على مقربة من المكان ينهميك جيش من العاملات يرتدي نزيان أزرقا ويدعن أخطيطة رأس في رفع شرائح أسماك الأنشوجة أو يتولينا تقشير الربيان المستورد من شمال أوروبا أو تغليفة خيار البحر المخصص للتصدير إلى هونغ كونغ تعتبر الشركة الموفرة الرئيسي لفراس العمل في هذه المنطقة الفقيرة التي تعاني البطالة ويعمل فيها نحو 1500 شخص معظمهم من النساء اللواتية تقاضينا أجورا مقابل كل كيلو جرام يعالجنه ويكسبن تاليا نحو 24 دولارا يوميا أي ما يعادل متوسط الراتب في ألبانيا